موسيقى خلد الذاكرة تاريخ شعب كردستان نماذج من النساء الكرديات اللواتي كرسن حياتهن للسياسة ونشر مبادئ القيم الثقافية والاجتماعية في حقب وعهود كانت تلك الأدوار حكراً فقط على الرجال في أغلب المجتمعات الشرقية في هذه الحلقة من أربيل سنسلط الضوء على سيرة حياة نساء عشنا هنا في كردستان يوماً ما فيما تعدت شهرتهن حدودها كونهن تركن بصمات لم يجد الزمان بمثلها موسيقى يحفل التاريخ الكردي القديم والحديث بعشرات الأسماء النسائية اللواتي أصبحن رموزاً لتحرر المرأة وتطلعاتها في المجتمع الكردستاني طالما تقبل باختيارها لإدارة شؤونه السياسية والثقافية والاجتماعية لدرجة تسنمت بعض النساء الكرديات مناصب إدارية عليا في فترات كانت مفصلية بالنسبة لشعب كردستان وصلت إلى حد رئاسة الإمارة أو العشيرة قبل عشرات السنين وأخريات شاركنا خلال مراحل الثورة التحرورية الكردية منذ اندلاعها قبل أكثر من قرن فيما تركت النساء قاموساً كاملاً من الأدب والثقافة والعلوم الإنسانية والتربوية والتطبيقية في تاريخ أمتنا هناك العديد من الأمثلة النصوية التي تدعو للفخر وخاصة فيما يتعلق بسياسة والإدارة وحكم الإمارات والعشائر الكردية القديمة كإمارتي بابان وسوران وعشرتي أردلان والجاف وغيرها عندما نعود إلى التاريخ القديم نجد أسماء نساء كرديات نجحنا في مجال السياسة والاجتماع وإدارة الحكم في حقب لم يكن التعليم متاحاً كما الآن وكانت المجتمعات بصورة عامة من بينها المجتمع الكردي تعاني الأمية والفقر تصور وسط تلك الأجواء تبرو السيدة تكتب عن تاريخ أمتها وتكتب الشعر وتعلم الآخرين وأخرى تدير إمارة كانت أكبر مساحة من بعض الدول الحالية ومن تترأس عشيرة وغير ذلك على الرغم من مرور عشرات السنين على رحيل تلك السيدات إلا إنهن ما زلن يذكرن ويحظين بالتمجيد والتبجيل الشعبي حتى إن العديد من العائلات تسمي بناتها بأسمائهن بينما وضعت الإدارات المحلية لمحافظات إقليم كردستان نصباً تذكارية في بعض الساحات والأماكن العامة تيمناً بهن هذا فضلاً عن إطلاق أسمائهن على بعض الشوارع والمدارس والمتنزهات أيضاً يجب علينا أن نتقد أنفسنا لأننا لم نبرز للعالم كما ينبغي دور النساء اللواتي سبق وساهمنا إيجابياً في تاريخ الأمة الكردية للأجيال الحالية واللحيقة مع أننا نظمنا عدة ملتقيات أكاديمية للحديث عن سيرة حياة تلك النصوة ومنجزاتهن هنا بلدة حرير التي تبعد عن أربيل 60 كم تقريباً كانت يوماً ما عاصمة لإمارة سوران الكردية التي حكمت المنطقة الممتدة من سهول راوندوز إلى نهر الزاب الصغير الذي كان يفصلها عن إمارة بابان الكردية أيضاً فيها نصب تذكاري للسيدة خانزاد التي حكمت تلك الإمارة وفرضت على التاريخ تثبيت هذا الحدث بكل حذافيره لم يعرف الكثير عن الأميرة خانزاد التي كانت تنتمي إلى أسرة حكمت إمارة سوران منذ القرن السادس عشر قبل أن تستلم مقاليد السلطة عشية مقتل شقيقها الأمير سليمان بك حاكم إمارة سوران أثناء تواجده في العاصمة بغداد منتصف القرن السابع عشر بينما تشير جميع الكتب التاريخية إلى نجاحها في إدارة حكم الإمارة وتوسيع نطاق نفوذها ليصل إلى كردستان إيران الحالية على الرغم من معارضة بعض القيادات العسكرية المحلية لها تسلمت الأميرة خانزاد سلطة وحكم إمارة سوران بعد وفاة شقيقها مسموماً وأدارت شؤون البلاد على خير ما يرام بقوة وحكمة وتمكنت من المعارضين لحكمها هي اهتمت بجانب الاقتصاد والجانب الاجتماعي كثير هي اهتمت بها كثير عدأت جانب العسكري الجانب العسكري خلي لهذا الجانب ولكن هي اهتمت بجانب الاقتصادي وسوى شيء جديد على المنطقة الدراسات التاريخية تؤكد أن الأميرة خانزاد تولت الحكم في أشد فترات إمارة سوران ضعفاً لكنها تعدت كل المحن وتصدت لجميع المؤامرات داخل الإمارة وخارجها ولم تتهاون في حقوق أمتها أسست مجلساً للشورى وأمرت بتحويل أكبر مغارة في جبل حرير إلى سجن لإحقاق العدالة والمساواة وحكم القانون لما استلم مقالد السلطة ليس هي بوحدها أدارة الحكم أو إدارة المنطقة إدارة إمارة بوحدها لا هي استدعى الناس العقلاء الناس المثقفين الناس لهم اتلاع في الحكم أو في الشؤون العسكرية والمغارة هي سجن خانصات كل من يخالف أوامر السلطة يجبون يسجنون هنا بس اللي أنا مطلع عليه بس هذا المخالفة المخالفة العسكرية فقط هذا السجن للعسكريين فقط مولي المدنيين ومن أجل الحفاظ على هيبة إمارتها وحماية مكتسباتها أسست قوة عسكرية من مقاتلين متدربين وأمرت ببناء عدد من القلاع العسكرية على أطراف بعض المدن كحصن لمراقبة الطرقات الرئيسية وما تزال آثار بعضها باقية إلى يومنا هذا أبرزها قلعة بانمان أو خانزاد التي تقع الشمال مدينة أربيل على سطح تلة حقيقية يقدر ارتفاعها بخمسة وعشرين مترا عن سطح الأرض ومساحتها بأكثر من مائتي متر مربع ذاك القلعة أهمنا هي مثل الربايا الموجودة هسا في وقت الحاضر هذه القلعات كانوا ربايا يعني قلعة عسكرية كان الزيش يسكنون بها يسكنون بالقلعات مو الناس الطبيعيين مثلي أو مثليك كان القلعة أسكرية لحماية المنطقة فقط أينما ولدت دفنت الأميرة خانزاد هنا في قصبة حرير إلى جانب شقيقها الأمير سليمان بيك بينما يظل التاريخ يخلد اسمها بمرور الزمن باعتبارها واحدة من أشهر سيدات الكرد ولكنها بالتأكيد ليست الوحيدة بالضبط هناك نساء أخريات لا تقلن شهرة عن الأميرة خانزاد حفص خان النقيب أيضا سيدة كردية دخل اسمها في ذاكرة تاريخ أشهر نساء الكرد بعد أن كرست معظم حياتها للسياسة ونشر القيم الثقافية والاجتماعية والإنسانية ولدت حفص خان النقيب عام 1891 بمدينة السليمانية في كنف أسرة دينية معروفة والدها الشيخ معروف النقيب حفيد الحاج كاك أحمد الشيخ ابن الشيخ معروف النودي من أقطاب الطريقة القادرية وعلى دأبهم اتسمة تزوجت عام 1923 من الشيخ عبدالقادر الحفيد شقيق الملك محمود الحفيد كان والدها إلى درجة معتمت عليها حيث بعد وفاتها كانت داري ديوان مع أبوها وتزوجت في سنة 1923 من ابن عمها الشيخ قادر الحفيد الذي هو أخه ملك محمود الحفيد وصفت حفص خان النقيب بسيدة سابقة لعصرها كونها بادرت خيرا بأمور لم يسبق لها مثيلة إذ حولت مظيفها إلى مركز اجتماعي لمعالجة مشاكل النساء اللواتي يلتجئن إليه وتبرعت بإهداء منزل عائلتها الشخصي من أجل تأسيس أول مدرسة للنساء لمساعدتهن على محاربة الأمية كما وقفت إلى جانب ابن عمها الشيخ محمود الحفيد المعروف بملك كردستان للمطالبة بحقوق الشعب الكردي ومناهضة الإنجليز أفتتحت حفص خان النقيب عام 1919 للميلاد أول مدرسة للبنات لكي تشجع العائلات على تعليم بناتها حتى أن بعض شيوخ الدين أرسلوا بناتهم أيضا إلى هذه المدرسة مع أنه كان أمرا صعبا جدا في ذلك الحين ما جعل الواقع الحالي لنساء في قليم كردستان العراق متطورا اعتمادا على إرث تلك النصوى المؤثرات في المجتمع منذ القدم وحتى اليوم هي كانت أول طالبة دخلت هذه المدرسة لتشجيع باقي النسوة حيث قالت أحد المعلمات قال من دخل نصف شفنا حفص خان قامت وقلت جالها شون أنت تقومين يعني هي قالت هنا أنا طالبة وأنت معلمتي يعني إلى هذه الدرجة كانت تحترم الكل حفص خان النقيب كانت سيدة مشهورة عالميا إذ وجهت نداءات ورسائل هامة إلى عصبة الأمم المتحدة عام 1930 تدعو فيها إلى تلبية المطالب القومية المشروعة للكرد والتي تنكرت لها الحكومة العراقية آنذاك وحليفتها بريطانيا برغم أن حفص خان لم تقلد أي منصب حكومي أو سياسي ولكن كل الوفود الجانب اللي كانوا يعتون إلى السليماني والصحفيين كانوا يقابلوها سصت حفص خان النقيب عام 1930 للميلاد أول منظمة نسوية ورسلت عصبة الأمم المتحدة في حينها لكي تعترف رسميا بهذه المنظمة المدنية ورسلت عصبة الأمم المتحدة في حينها حفص خان النقيب التي تركت لنا إنجازاتها ونقشت بصمتها في تاريخ كردستان ترقد هنا في مقبرة جرد سيوان في السليمانية بعد الفاصل أسماء أخرى لنساء أسهمن بإثراء موروثات الأمة الكردية فأصبحت سيرتهن ضمن المناهج الدراسية التي تتحدث بإسهاب عن منجزاتهن في الشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية قبل أكثر من قرن ترأست سيدة أكبر العشائر الكردية وتولت منصب قائم مقام أكبر وأهم أقضية العراق إنها عادلة خانم السيدة الكردية التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه تعرفت عادلة خانم الجاف التي شغلت إبان الحكم الملكي وتحديداً ما بين عام 1909 إلى 1915 منصب قائم مقام حلبتشا كأول إمرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الكرد إذ كانت ترأس حكم عشيرة الجافة التي تعد من أكبر العشائر الكردية متمكنة من إدخال العديد من الإصلاحات في النظم العشائرية كانوا يستشيلوه بالنسبة للمنطقة كله ولهذا شافوا منزلت وأهمية هذه الإمرأة كرموه بفرمان من إمبراطوريا البريطانية وكرموه بخان بهاذر خان هذا الفرمان لحد الآن بعد هذه المدة الطويلة لا إمرأة لا تركية ولا فارسية ولا عربية ما محصل عليه تفرمان تزوجت عادلة خانم من عثمان باشا الجاف حاكم حلبتشا وأنجبت منه أحمد مختار الجاف وطاهر بيق الجاف اللذان أصبح من أشهر شعراء الكرد إلى جانب مهامهما في حكم العشيرة بينما ظل اسمها يتردد كإمرأة مدركة في المفاهيم السياسية لذا أطلق عليها الإنجليز لقب ملكة شهروز غير المتوجة كان مدركة للسياسة الدولية آنذاك لأن السياسة الدولية حتى السياسين الكرد آنذاك ما كان يعرفون ما يحدث في عالم الأخير بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية هي كان تدرك بأن الدنيا ليس كما كانت إنما الدنيا بيت لواعيب جزر اللي هم بريطانيا اللي كان يعكم العالم آنذاك اهتمت عادل خانم أثناء توليها لمنصب القائم مقام بالبناء والإعمار ودعم التعليم حتى تحولت حلبشة من قرية صغيرة إلى مدينة تسخر بالمدارس والأسواق والمنتزهات ومركزا تجاريا هاما بعد أن انتقلت السلطة إليها تدريجيا بسبب كثرة تنقل زوجها عثمان باشا ما بين السليمانية وكركوك والموصل لبحث المسائل والأمور السياسية ليس للأمرأة الكردية إنما للنساء للأراق والخارج العلاقة لأن آنذاك أمرأة يصبح قائم مقام شيء غير طبيعي ولهذا هي كانت قائم مقام عام 1924 توفيت عادل خانم ودفنت في مقبرة عبابيليا بمدينة حلبشة بعد أن تركت قاموسا في الحكمة وكيفية الفصل بين الحكم العشائري والمدني أو الربط بينهما عند الحاجة فيما ظل اسمها محفورا في ذاكرة أغلب شرائح المجتمع الكردستاني ومن كل هذه الحقب ننتقل إلى بداية السبعينات لنتحدث عن فتاة لم تكن تتعدى العشرين من عمرها حينما دخلت عالم السياسة أول مرة في قلب العاصمة بغداد واتخذت طريق النضال السياسي هناك وما يزال المجتمع الكردستاني تذكرها إلى يومنا هذا وذلك بسبب الطريقة التي انتهت بها حياتها ليلى قاسم السياسية الكردية التي ولدت في مدينة خانقين في السابع والعشرين من يناير كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين لمع اسمها في سبعينات القرن الماضي بعد أن انضمت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عام سبعين وتسعمائة وألف كانت معروفة بأنها امرأة جسورة متعلمة وتدافع عن قضية شعبها كانت هي ضمن تنظيمات النسوية بالاتحاد النساء الكردستان وكانت أضوى ناشطة تعمل في كافة المجالات بشؤون المرأة الكردية يعني هي ما كانت تشتغل للفايلين والغير كانت تشتغل للمرأة الكردية بشكل عام كانت تختلف عن باقي النساء الحقيقة كانت مندفعة وكانت شاطرة وكانت جسورة وكانت متكلمة كانت ليلة قاسم طالبة في كلية الآداب بجامعة بغداد قسم علم الاجتماع عندما ألقي القبض عليها في التاسع والعشرين من نيسان أبريل عام الف وتسعمائة وأربعة وسبعين عشية انهيار المفاوضات بين نظام حزب البعث الحاكم آنذاك والملة مصطفى البرزاني الزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في تلك الفترة وحكم عليها بالإعدام شنقاً لتكون أول امرأة تعتلي مكرهة منصة الإعدام وذلك يوم الثاني عشر من أيار مايو عام الف وتسعمائة وأربعة وسبعين بسبب نصرتها لقضية آمنت بها تعتبر ليلى قاسم أول فتاة شابة وثاني أنثى في العراق ينفذ عليها حكم الإعدام من أجل قضية سياسية هي لم تقتل أحداً ولم تسرق مال العام ولم تتجسس على الدولة بل طالبت بحقوق شعبها أظن يفترض على العالم وكل الشعوب التي نالت من اضطهاد حكامها أو التي تعاني من هذا الأمر أن يجعل من الشهيدة مثالاً وقدوة وخاصة النساء اللواتي يسعين من أجل تحقيق العدالة والمساواة في المجتمعات وإلى كردستان إيران حيث ظهرت هناك أول شاعرة ومؤرخة كردية من مدينة سنندج عام 1805 للميلاد اسمها الحقيقي ماه شرف خان البدليسي وكانت معروفة باسم مستورة الأردلانية تزوجت من الأمير خسرو خان الذي استلم حكم إمارة أردلان عام 1826 كانت مستورة تنتمي إلى عائلة حاكمة في إمارة أردلان شرقي كردستان استخدمت قلمها لمواجهة حكم القاجاريين في حقبة كانت صراع الإمارات في أشدها وفعلاً حافظت على حكم الإمارة إلى أن تركت مدينة سنة بشكل نهائي واستقرت في السليمانية مستورة كانت دائماً ما ترافق زوجها وخاصة خلال تفقد أحوال الرعية والأماكن العامة في حدود الإمارة هذا فضلاً عن تفقد القلاع والمناطق الحدودية وظلت تتابع وتستمع إلى حكايات الناس وكل ذلك مكنها من تأليف كتابها الموسوم تاريخ أردلان الذي يعد أحد المصادر المهمة لدراسة التاريخ الكردي الحديث هي كان شاعرة رائعة ومؤرخة وخطاطة وكذلك عندها فضلت كتاب عن الشريعة الشريعة الإسلامية فهي كانت تكتب الشعر باللغة الفارسية والكردية وقليل من العربية لا أتوقع أن تظهر شخصيات نسائية أمثال اللواتي التي ذكرناهم الزمن قد تغير كثيراً أو اختلفت المجتمعات وتقلص الانتماء القومي وسط كل ذلك نحن ككرد إلى الآن لم نحصل على كيان مستقل بهوية مستقلة سؤال يحتاج إلى إجابات طويلة تقريباً سي MAYOR أي هي النجевой المسيحةhumanة والآلتني إجابات في السجارات أو المعط إذن ومن خلال هذا التحقيق يتضح لنا أن تاريخ ومجتمع كردستان مدينان للعديد من النساء الكرديات اللواتي ما تركنا مجالا تقريبا إلا وأسهمنا فيه بصورة لا يزال الناس يتذكرها حتى يومنا هذا وهو ما ينعكس حاليا على واقع يصفه المهتمون بالشأن النسوي بالمتحرر تعيش فيه نساء كردستان ويسعين لتقويته اعتمادا على إرثهم النساء الكرديات تحدينا أنفسهن بتولي مناصب السلطة والقيادة على مر التأريق إذ مثلنا نموذجا ملهما للمرأة القوية والقادرة على مسك زمام الأمور بكل حكمة وترو وصبر وهذا دليل على المكانة المحترمة التي حضيت بها المرأة في المجتمع الكردستاني إلى اللقاء